الاحتفال بالمولد يبغي ان ينظر له من خمسة اوجه حقيقة الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بهذا اليوم ابدا لم يثبت ابدا بل ولم ينقل ولا ضعيفا ان النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بهذا اليوم وكذا اصحابه او بكر عمر عثمان علي الحسن الدولة الاموية الدولة العباسية لم ينقل عنهم شيء من ذلك ابدا وهم احرص الناس على فعل الخير ولو كان خيرا لسبقونا اليه الامر الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت خيرا او ما تركت شيئا يقربكم الى الله والجنة الا وامرتكم به وما تركت شيئا يباعدكم عن الله يقربكم الى النار الا وقد نهيتكم عنه وهذا ما اخبرنا به فلو كان خيرا لنبهنا اليه صلوات ربي وسلامه عليه الامر الرابع انه لا يعرف على اليقين متى ولد صلى الله عليه وسلم ابدا كل من يدعي ان النبي ولد في هذا اليوم ليس عنده دليل ابدا لا يوجد اي دليل واختلف اهل العلمي في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم على سبعة اقوال او ثمانية لا يدرون متى ولد صلى الله عليه وسلم وان كان الاكثر على انه ولد في الثاني عشر من الربيع الاول لكن بدون دليل وانما هكذا تناقله الناس لكن لا يثبت شيء ابدا لا يستطيع احد ان يجزم ان هذا اليوم هو الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم والثاني عشر من ربيع الاول واعظم هذه الامور انه بالاجماع ان الثاني عشر من ربيع الاول هو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فكأننا نحتفل بوفاته والعياذ بالله باتفاقي اهل السير والحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الاول ففي النهاية نحن نحتفل بموته والعياذ بالله هذا واقع الامر اننا نحتفل بموت كأننا فرحانين بموت النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لا يجوز حقيقة الاحتفال وترك هذا هو الاصل والذي يريد ان يحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم احتفل به كل يوم كمان ومن اراد ان يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عنه كل يوم في كل اسبوع نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل شهر نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نخص يوما دون يوم ولا شهرا دون شهر فالقصد انه يترك الاحتفال بهذا اليوم الله اعلمه